السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله في يوم من الأيام نودي في بيت الله الحرام وتحديدًا في موسم الحج وقف المنادي ينادي على هذا الوفد من الحجيج وقال يا أهل الموقف لا يفت الناس في هذا المقام إلا عطاء ابن أبي رباح تصوروا معي صدر الآن فرمان ألا يتولى الفتية في بيت الله الحرام إلا عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه وعطاء ابن أبي رباح كان من التابعين وكان من تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والفرق بين الصحابي وبين التابعي أن الصحابي هو من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك أما التابعي هو من أدرك الصحابي ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطاء ابن أبي رباح كان من التابعين الذين أدركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على أيديهم فعطاء كان إماما فاضلا من أنجبي ومن أنبلي تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورغم ذلك قال كلمة تبين لنا حقيقة الإيمان في قلب هذا الإمام فهؤلاء الأئمة هم آباؤنا الحقيقيون أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع تصور معي يقول عطاء رحمة الله عليه وانتبه إلى هذه الكلمة جيدا لأن هذه الكلمة ما أحوجنا إليها الآن في هذا الزمان ولسيما في وقت انتشرت فيه الفتن والشهوات وانتشر فيه الاختلاط بين الرجال والنساء في كل مناح الحياة في المواصلات وفي الأعمال وفي المستشفيات ولا حول ولا قوة إلا بالله ماذا قال عطاء بن أبي رباح؟ قال عطاء وانتبه معي قال لو اتمنت قال عطاء لو اتمنت على بيت مال كنت أمينا عليه لو أنك جعلتني أمينا على خزنة من الخزان ممتلئة بالأموال والذهب والفضة والأمانات سأكون أمينا عليها ثم قال ولا آمن نفسي على امرأة شوهاء يا إلهي ما هي المرأة الشوهاء؟ التي يخاف عطاء بن أبي رباح على نفسه منها المرأة الشوهاء هي المرأة قبيحة المنظر تصور معي الآن إلى أقبح امرأة أكرمك الله وإلى أسوأ امرأة في الشكل والمنظر هذا الإمام يقول لو تركوني معها لا آمن نفسي عليها هل معنى هذا الكلام أن عطاء بن أبي رباح كان قليل الخلق وحاشاه رحمة الله عليه هل معنى أن عطاء بن أبي رباح لا يأمن نفسه لا يأمن على نفسه أمام فتنة النساء أنه كان سيء الخلق أبدا بل كان من الأئمة وكان من النبلاء وكان من الفضلاء معنى هذا الكلام أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يقاوم نفسه أمام فتنة النساء إلا بما حفظه الله وإلا بما أعانه الله كما قالها يوسف عليه السلام وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ أَصْبُ إِلَيْهِنْ أي أَمِيلُ إِلَيْهِنْ وهذا من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورغم ذلك يتضرع إلى رب العالمين أن يحفظه من فتنة النساء أحب هذا الرجل الذي يكون واقعيا مع عيوبه وأخطائه ومع نقاط ضعفه عطاء ابن أبي رباح قالها صراحة لو وضعتموني مع امرأة شوهة لا آمن فتنتها علي فما بالنا نحن ونحن من أضعف الناس فما بالنا نحن ونحن في زمان انتشرت فيه الشهوات بل وكشرت فيه الشهوات عن أنيابها ولا حول ولا قوة إلا بالله ففتنة النساء من أصعب الفتن وفتنة النساء من أخطر الفتن لذا بدأ بها رب العالمين سبحانه وتعالى وقال زين للناس حب الشهوات من النساء وبدأ الله بها وقال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء فالنساء إن لم يتقين الله عز وجل كن سلاحا من أقوى أسلحة الشيطان لذا أحذر المرأة المسلمة الفاضلة أحذرها من أن تسلك أحذرها أحذرها من أن تسلك هذا السبيل فإياك ثم إياك أيتها الفاضلة أن يتلاعب الشيطان بك أن تكون سلاحا في يد الشيطان فاحذري فاحذري يا بنت الإسلام لذا أقول أيها الأفاضل لم يكن هذا هو شعار عطاء بن أبي رباح وحده بل كان هناك من أئمة السلف ومن علماء المسلمين من يخشى على نفسه من فتنة النساء لذا قال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه وسعيد بن المسيب هو الذي لقبه بسيد التابعين وكان يفتي وأصحاب رسول الله أحياء وتزوج من ابنة أبي هريرة رضي الله عنه إمام فاضل إمام نبيل لا يشك أحد في ديانته وفي إيمانه ورغم ذلك بلغ الثمانين عاما وذهب بصره وكان يقول ما شيء هو أخوف عندي من فتنة النساء فما بالنا نحن إذا كان هؤلاء هم أئمتنا وعلماؤنا يحذروننا من فتنة النساء لذا قال صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أنا لا أريد الآن أن يفهمني أحد أنني أريد أن أجعل من المرأة شيطانة أعوذ بالله المرأة ما كرمت إلا في الإسلام وما شرفت إلا في الإسلام ولكنني أذكر المرأة ولكنني أحذر المرأة ولكنني أذكر شبابنا وأولادنا مهما كنت فاضلا ومهما كنت خلوقا ومهما كنت ملتزما ولكن اعلم أنك لست أكبر من فتنة النساء ولست أقوى من فتنة النساء كن واقعيا مع نفسك وابتعد عن أي موطن فيه فتنة لأنك ضعيف ولا تملك نفسك أمام الفتن إذا رأيت نفسك في مكان ترى فيه الفتن فعليك بغض البصر عليك باعتزال هذا المكان لأنك لا تملك نفسك أبدا أيها الحبيب إلا بما عصمك الله تبارك وتعالى به لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة سبحان ربي العظيم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك نعم وهذه فطرة في قلوب الرجال جعلها ربنا جل وعلا فطرة في قلوب الرجال لذا قال بعض السلف ما أيس الشيطان من عبد إلا وأتاه من باب النساء إذا أيس الشيطان من عبد إذا أراد الشيطان أن يوقع العبد اسمع إلى هذا فيأس الشيطان وأيس الشيطان من هذا العبد هل يكف شره أبدا ولكن ماذا يصنع هذا اللعين يأتي إليه مباشرة من باب النساء فهذا باب خطير وما علينا إلا أن نتقي الله عز وجل وما علينا إلا أن نراقب ربنا سبحانه وتعالى وما علينا إلا أن نسلك هذه السبل الشرعية التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى وبيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كغض البصر وعدم الاختلاط حتى لو أنك كنت معلما للمرأة تعلم المرأة العلم والقرآن والسنة فيجب عليك أن لا تخلو بها خلوة شرعية لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لذا قال بعض السلف وكان اسمه يونس ابن عبيد وأنا أرجو من حضراتكم ألا تستهينوا بهذا الأمر فهذا الأمر جد خطير وبسبب التساهل في هذا الأمر وبسبب عدم الوقوف على حدود الشرع في هذا الأمر انتشر الزنا والخنى ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يونس ابن عبيد رحمة الله عليه اسمع ألا لا يخلون رجل بامرأة ليعلمها القرآن إذا أثمرت هذه الخلوة لذا إذا أثمرت هذه الخلوة عن تعلم القرآن فلا فإياك ثم إياك أن تدخل فيها إلا بحجاب شرعي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب والخطاب هنا لمن لأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن ففتنة النساء وباب النساء باب خطير ورغم ذلك عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه هذا التابعي الفاضل وهذا الإمام الكبير يقول ولا آمن نفسي على امرأة شوهاء فبالله عليك ثم بالله عليك إياك أن تعرض نفسك لهذه الفتنة وإياك أن تستهين بهذه الفتنة لذا هل تذكرون معي قول الله جل وعلا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا كثيرٌ من أحبابنا وإخواننا لا يفهم هذه الآية فهما صحيحا فيظن وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا أي في بنيانه وفي صحته وفي عافيته لا مراد الآية ليس هكذا قال الله جل وعلا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا قال المفسرون أي في الشهوة لا يقاوم نفسه أمام الشهوة لذا ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائها كما قال حسان بن عطية يعني ما هدمت أمة قط إلا من قبل نسائها فإياكم أن تظنوا أن أعداءنا قد انحرفوا وابتعدوا عن إغواء نسائنا وعن إفساد نسائنا لقد علم الأعداء أن المرأة المسلمة إنما هي العامل الأكبر في استقامة هذا المجتمع فراحوا وواصلوا الليلة والنهار فراحوا يواصلون الليلة بالنهار في إغواء المرأة المسلمة لأنهم يعلمون وهذه رسالة لك أيها الفاضلة لأنهم يعلمون أن المرأة المسلمة إذا استقامت استقام المجتمع كله وإذا انحرفت واعوجت اعوج المجتمع كله ففي استقامة المرأة استقامة المجتمع وفي انحراف المرأة وفي تميع المرأة تميع المجتمع سلوا معاوية بن أبي سفيان من الذي رباه سلوا الإمام الشافعي من الذي رباه سلوا الإمام البخاري من الذي رباه سلوا الأوزعية من الذي رباه سلوا الإمام أحمد من الذي رباه سلوا قادة التاريخ سلوا عظماء هذه الأمة سترون أن التي أنشأت هذا الإمام وأعدت هذا العملاق إنما هي الأم فالأم والمرأة عندنا في مجتمعاتنا إنما هي ضرة مكنونة وضرة مصانة فإياك ثم إياك أن تهملي بنفسك وإياك ثم إياك أن تخرج إلى الشارع لتعودي بعد ذلك بجبال بالأوزار والسيئات إياك ثم إياك لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة إذا أقبلت استشرفها الشيطان معنى هذا الكلام استشرفها الشيطان استشرفها أي من الشرفة التي تعرف في بلادنا بالبلكونة يعني أعلاها الشيطان وزينها الشيطان في قلوب الرجال فما عليك أنت إلا أن تخرجي كيف ما شئتي وقت ما شئتي ولكن بحجابك الشرعي الكامل الذي علمه إياك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه هي المرأة المسلمة فإياك يا بنيتي وإياك يا أختي وحذري يا أمي فلتحذر كل واحدة من كنة أن تكون سلاحا في يد الشيطان لأن أضعف نقطة في الإنسان أي في قلوب الرجال هو أو هي فتنة النساء فأضعف شهوة وأضعف نقطة في قلوب الرجال إنما هي فتنة النساء وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ نساءنا وأن يسلمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وام بطن وشكر الله لكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي